طبعا مش هينفع نتجاوز او نتخطى مباراة البنك الاهلي من مبدأ اننا لازم نتعلم من اخطأنا ومن مبدأ اننا اول ناس بنحط الصورة الكاملة قدام المتلقي مش بنغدع نفسنا لا احنا عارفين الاشياء اللي ممكن تعطلنا خارجيا زي اخطأ تحكمية ومشابه وضغوط مباريات وكمان الاشياء اللي ممكن تعطلنا نتيجة بعض التقصير مننا اللي بالمناسبة عشان نكون واضحين هو موجود في كرة القدم حتى الاستهتار هو موجود في عارف كرة القدم وبيحصل مع فرق كتير جدا لكن المهم ان انت في النادي الاعلي توقف النقطة دي وتبدأ عندك عشر مباريات بتلعبهم مباريات كؤوس ما زالت الفرصة في ايديك والكرة في ملعبك فتقدر باذن الله تسعد جماهير النادي الاعلي كلها فرس نفس الفكرة ان انت تنهض وده اللي منتظرينه من النادي الاعلي يمكن كنت سعد جدا الناس بتكلمنا عن فكرة فقرة اونسبوت بيقولوا اللحظة دي احنا محتاجين نسمع فيها زي ما كنتوا بتقولولنا الخلاصة والملخص كده كنتوا بتعملوا معنا في اونسبوت ده عشان كده النهاردة اونسبوت في رأي مهمة جدا اجاباته سلبية طبعا نبدأ نشوف الاحصائية بتاعة المباراة عشان هنروح لبعض النقاط المهمة اللي تنفهمها من الخريطة بتاعة الارقام دي طيب النادي الاعلي استحوذ بنسبة 63% قصاد 37% طيب الاستحواذ ده كان ايجابي ولا سلبي في رأيي لم يكن ايجابي بالدرجة الكافية لان محاولات النادي الاعلي التلاتاشر كان قصادها تسعى محاولات للبنك الاعلي وده رقم مش قليل ان على الاعلي البنك الاعلي يبدأ يعمل التحول من الدفاع للهجوم الى المناطق اللي تخليه باع عنده محاولة محاولات على المرمى اربعة قصاد تلاتة اربعة من تلاتاشر معناها انه دقة محاولاتك ما كانتش بالقدر الكافي وده اللي انعكس كمان على الاهداف المتوقعة اللي كانت واحد ونص في مقابل واحد بوينت خمسة وعشرين للبنك الاعلي طيب ده رقميا ولكن فنيا مهم جدا نقول حاجة ايه اللي خلى الامور تمشي كده اسامة هيكلمكو في نقطة ليه علاقة بشكل اهلي في الموسم كامل وانا عايز اكلمكو الاول في نقطة فنيا داخل المباراة داخل المباراة احنا كان عندنا مشكلة واضحة جدا يا اسامة وهي فكرة ان الظروف اللي انت اتكلمت فيها بتاعت وجود لعبين في المنتخب اثرت فنيا هل معناه ان اللاعبين اللي موجودين ممكن نرجع بعد اصنقكو هل معناه ان اللاعبين اللي موجودين ما كانوش بالكفاءة الكافية لا القصة مشكلة خالص ولكن القصة فيه امور طبيعية انت اضطرية تلعب باثنين اجنحة وهما اجاييه وكهربا فيه حاجة جماعة في كورة القدم اسمها الاستامنة دي ايه دي المنتل والفيزيكال باور بتاعتك القدرات الزهنية والبدنية بتاعتك كل لاعب فينا وكل انسان فينا لو بدأ يعمل مجهود بدني هيكون الاستامنة دي بتنزل بعد عدد دقائق محددة يعني بعد الدقائق الثلاثين لو انت بتعمل تدريب هتبدأ تلاقي المنحنة بتاع الكيرف البدني والزهني على فكرة ان الاتنين مرتبطين ببعض بدأ ينزل اجاييه وكهربا هم علميا من الدقائق ستين للدقائق خمسة وسبعين وفقا للدقائق اللي خدوها الاتنين هيبدأوا ينزلوا فاحنا بدأنا بالاتنين فده انعكس عليك ان جيت لحظة فقط الاتنين ومبقاش عندك حل من النوم ده معناقي ان يفضل بكرة ان انت ما تبدأش بالاتنين ولكن دي ظروف انت تحطت فيها لان بوليا كمان يا أسامة مش هو اللعب اللي كان طول الوقت رجله في الملعب وهو ده اللي المفترض ان انت هتقول لو انت عندك البداية للموجودة واللي انت تحرمت منهم كان المفترض ممكن تبدأ بأي اتنين اجنحة لكن بالتالي انت ما عندكش حاليا غير الاتنين وحسين الشحات العقد من الاصابة وبيشارك في تمرينها فقط لغير النهاردة فبرضو دي الظروف اللي انت بتدفع ضربتها احنا هنقول السلبيات لكن في النهاية لازم نوضح الصورة للناس ونوضح اللعيبة اللي مع المدير الفني والوقت اللي انت بتلعب فيه وجاين بعد بطولة افريقية حققت لقابها فبالتالي انت كده كده حتى لو النتيجة كانت غير تقدم من الالي كان بيت سمو سيماني هيضطر يلجأ لتغيير اجيه وكاربا طب الحل ايه عشان نتجاوز ده بكرة الحل من وجهة نظري ان انت في خلال الستين دقيقة تحاول قدر الامكان انك تحسم المباراة باكتر من هدف عشان لما تيجي تعمل تغيير للاجنحة بتاعتك حتى لو نزلت بحسين الشحات حتى لو بدأت تغير في الفورمشن بتاعك يبقى على الاقل انت واصل لمرحلة من حد التأمين لنتيجة المباراة لان دي ظروف مرحلية امامنا تلات مباراة صعبة جدا يا فارس التسع نقاط مهمين جدا نكمل كلام ده بقى على الامر اللي احنا بنتكلم فيه كخط عام للمباراة ولكن فيه تفصيلة نقدر نشوف الهدف اللي دخل في النادي الاهلي لان هو مجموعة اخطاء مركبة نتمنى ما تتكررش او ما نعاش فيها تاني ده على مستوى الهدف على مستوى النادي الاهلي ككل اسامة هيكلمكو في نقطة انا هيكلمكو في نقطة ولكن نروح للهدف نفسه لو معنا ونقدر نعرضه الهدف يا جماعة كان مجموعة اخطاء مركبة تتليت مع بعض هنا في البداية الوفر هنا كان محمد هاني عنده قدرة ان هو يعرف ان طبيعي اللاعب ده طرمه رحل الحتة دي هو ايامل الوفر فكان لازم يبقى فيه اكسلريشن اعلى شوية عشان اعمل البلوكينج ده ما حصلش الكرة ترفعت بنون يا جماعة مستو في النادي لقال ان هو حاجة اسمها بول وينر اللاعب اللي بيفوز دايما بالكراد الهوائية لازم بنون مايلعبش على التوقع ولا حركة علي لطفي لان فيه اعادة تانية كانت بتبين ان هو بص على علي لطفي اللي كان كمان المفروض يعرف ان الكرة مش معمولة شرب جدا فكان يقدر يفكر انه يطلع ياخدها وفعلا طلع ورجع في نفس الخطوة فعشان كده كان ثابت لحظة تسجيل الهدف كمان معلول لما عمل الكاتنج انسايد عشان يرحل دفاعيا كان لازم يكون قراره التام هنا في اللحظة دي ان انا هتطلع الكرة اربع اخطاء مركبة نتج عنهم الهدف عشان كده كرة القدم تكمن في التفاصيل فقدر كمان ان والترب واليا مش جناح واللي رفع الكرة الباك فحتى والترب واليا المفترض اهاني لما تأخر على انه يقفل على جناح فريق البنك الاهلي والترب واليا مقدرش يعمل الترحيل مع الباكليفت فبالتالي ده كمان اخر فكرة مسألة البلوك فرفع الكرة الباكليفت بتاع فريق البنك وكمان علي لطفي متعملش مع الكرة بشكل امسل وكرر انه هو يتلقى او يقف على الخط في بعض الناس قالت انه ممكن علي لطفي كان يقدر يتعامل مع الكرة دي ويطلع يمسك الكرة دي مجموعة اخطاء هي زي ما قال فارس اخطاء مركبة وحصلت في الديها 86 وهو ده اللي اشعل غضب جماهير النادي الاهلي بشكل ما لان دي اخطاء تكررت هذا الموسم اكتر من مرة وبعض الجماهير استعرضت او عملت مقارنة بين الموسم الماضي والموسم ده فشافت ان الدنيا ممكن تكون صعبة خلينا نستعرض المقارنة دي وبرضو نوضح احنا فعلا في مرحلة صعبة وايه اس الاسباب اللي وصلتنا لدي دي طبعا مقارنة بين الموسم الماضي والموسم الحالي حتى هذه اللحظة فقدان نقاط الموسم الماضي كان 13 نقطة فقط لغير انت لما تيجي تفقد 20 نقطة هذا الموسم فبالتأكيد فيه تراجع الى حد ما في مستوى النادي الاهلي لانك ما كملتش الموسم استقبال اهداف انت الموسم الماضي استقبلت 8 اهداف فقط لغير وده مؤشر على صلابة المنظومة الدفاعية لديك الموسم ده انت استقبلت 18 هدف وده رقم كبير اساسا على النادي الاهلي في موسم كتير كمان عدد موراد استقبال الاهداف انت الموسم الماضي قدر 6 فرق او 6 موراد فقط لغير تهتز دفاع شباكك انت المرة دي اهتزت شباك 15 مرة لو شفت الصورة بالشكل ده ممكن تبقى عندك وساوس من ما هو قادم ولكن فكرة حتى لما تيجي تقارن بالمتصدر هتلاقي المتصدر نفس فقدان النقاط 20 نقطة نفس استقبال الاهداف 18 هدف نفس كمان عدد موراد الا مباراة 14 هدف اهتز دفاع شباكه ده حاصل ودلوقتي ده المتصدر او المنافس ليه لما توصل لمرحلة ان انت تبقى على مسافة واحدة من المتصدر بالتأكيد ده بيشعى الغضب جماهير النادي الاهلي لان جماهير النادي الاهلي لا طرف الدور المصري الا منافس ومن وجهة نظري النادي الاهلي مستوى هو اللي بيحدد مدى المنافس على البطولة انا هنا مش عايزة استبعد كمان النقط اللي انا كهكلم فيها اللي هي فكرة الضغط اللي وقع عليك نتيجة ان انت بتلعب في مباراة وتسعى مرات تسافر خارج مصر او تسعى مرات تلعب خارج مصر من كاس عامل اندية السوبر افريكي لدوري ابطال افريقيا انك كمان بتلعب 8 مباريات او 10 مباريات في تحديدا في شهر اللي هو 10 ابريل حتى 10 مايو فقدت فيه 8 نقاط وده كان لودعليك جدا انك بترجع تلعب بعض المباريات بتركيزك الافريقي ودي مشكلة بنتكلم فيها وبنتمنى انها تتعالج ان انت تبدأ تدخل في مباراة الدوري بشكل كامل غير بقى الاخطاء التحكمية اللي حرمتك انت من 9 نقاط كان زمانك بالوضع اللي احنا شايفينه فنيا سيء احنا على قدم المساواة مع المتصدر ولسه لنا 3 مباريات مؤجلة ده كمان مع اعتبار ان المتصدر فاز ب11 نقطة باخطاء تحكمية فعشان نشوف الصورة لازم نشوفها كاملة نشوف سلبياتها ونشوف ايجابياتنا طب ايه سلبياتنا هي سلبياتنا اللي مش ممكن تكون موجودة في النادي الاهلي المسم ده ان انت اخر ربع ساعة او تحديدا اخر خمس دقائق اصبح بتفقد التركيز فبتستقبل اهداف ففقدت سبع نقطة كاملة بسبب من الديئة 86 للديئة 93 في الديئة 86 تعادل البنك الاهلي وتعادل الجونة في نفس الديئة افقدوك 4 نقاط بعد ما كنت متقدم 1-0 في الديئة 92 انت استقبلت هدف من الاتحاد ولكن لم يؤثر عليك في فقدان النقاط لانك كنت كسبان 2 في الديئة 93 استقبلت هدفين هدف من سموحة بعد ما كنت متعادل وهدف من بيرامدز بعد ما كنت فايز افقدوك 3 نقاط فالمحصلة انك فقط 7 نقاط في التوقيت اللي اصلا معروف باسم النادي الاهلي ده وقت النادي الاهلي اللي بيسجل في الاهداف فدي سلبيات اكيد ناخد بالنا منه لكن عندنا ايجابيات وحتى في نفس الربع ساعة هيترحى فارس الايجابية في نفس الربع ساعة ان النادي الاهلي عامل رقم قياسي في التسجيل في اخر ربع ساعة 14 هدف طب ده ايه مدلوله مدلوله ان انت بتتأخر نسبيا في حسم المباريات ولكن بيكون عندك القدرة البدنية لان مستحيل الناس بدأت تقول اصلا النادي الاهلي بيفقد تركيزه في الدقائق الاخيرة انا ياسف يا جماعة ممكن نتكلم عن حالات دفاعية اه ولكن مفيش فريق بيفقد تركيزه او ان احنا نعممها وهو مسجل 14 هدف اعلى معدل للتسجيل وما نقدرش نقول السبب ان النادي الاهلي بيقع بدنيهم في اقل ربع ساعة لان مستحيل تكون بتقع بدنيهم في اقل ربع ساعة وانت دي على ربع ساعة عندك في التسجيل ده كلام بيتنفى مع كل منطق في كرة القدم طيب اذا ناخد من الحتة الاجابية دي والحتة السلباء ان انت مسجل 34 هدف في الشوت التاني وفقط 14 هدف في الشوت الاول فرق 20 هدف ده فرق كبير ومسيماني نفسه حاطت ايده على المشكلة دي لانه هو اتكلم في المباراة اللي فاتت وقال احنا اتأخرنا طيب في رأيي في حل بسيط جدا لفكرة استقبالنا الاهداف في الدقاق الاخيرة مسيماني نفسه عمل اقصاد الزمالك في نهائي القضية لما نزل رامي ربيعة انا عندي قناعة تمة ان كل الدقاق اللي استقبلنا فيها اهداف لو كان فيه سنتر باك نزل تالت عشان يلم الكرات او يقف ورقات الدفاع او يبدأ يلعب بمبدأ اشبه للليبرو او السويبر كان النادي الاهلي مش هيستقبل على الاقل على الاقل خمس اهداف من السبع اللي احنا عرضناهم وبالحلاب بس ملهاش وقت لانها رجعتها خمس اهداف انا اصدقى خمس اهداف دول كان على الاقل السبع نقاط تقدر تتجنب منهم فقد خمس نقاط على الاقل لان فيه نقطتين او فيه تعادل في المباراة انت ملهاش علاقة بفكرة التمركز ولكن في كل مرة لو كان عندك سنتر باك كان موجود زي ما مسيماني نفسه عمل في نزول رامي ربيعة اللي كان في رأيي فكرة جيدة جدا كنت تقدر تتجنب دي فده لازم يكون تفكير جوانا يا أسامة فاننا فيه وقت ممكن افكر ان انا نزل سنتر باك تالت عادي جدا ما فيهاش حاجة تنتقص منها بس خلينا اقول لك حاجة مباراة بيرامدز ما اقدرش اقول انها كانت محتاجة سنتر باك لان الخطأ اللي حصل هو حالة عدم توفيق بشكل صعب جدا انا عمال دا ايه مباراة بيرامدز اه تعدلنا هيا دي المباراة لنا اقول لاني طب فيه مباراة تانيا بقى المباراة سموحة طبعا كان الفاول اللي لعبه الكابتن محمد الشناو من نص الملعب وارتد بشكل غريب جدا في حالة توفيق غريبة جدا فسجل فيه سجل منه حسام حسن هدفه الاخير مع سموحة قبل الاحتراف فما تقوليش عمال دا ايه بيرامدز لا انت بقى يا أسامة لو نرجع قبل اساسا لعبه نفسها انت فيه لحظات لو انت عندك السنتر باك التالت هيكون حتى توزيعة مصار الكرة والتدرج بالهجمة مختلف تماما انا بشوف انه طول الوقت وانت عندك سنتر باك تالت في حالة انك انت بتبدأ بالهجمة وفي حالة انه بيبقى فيه لعب زيادة واخد اللعب اللي بيدخل يضغط عادي او يعمل الضغط البرجر العالي دا هو نتيجة ان انت بتلعب اساسا موسيقى طول الوقت ببقى فتح الاتنين قصاد الحرس المرمى شان تبدأ تتدرج بالشكل دا في رأيي الثلاثة هتغير ترتيبك في الملعب لا مش في موشس محاولك ليه البقى اسباب لاني كانت فاولة في نص الملعب فحتى لو معنا سنتر باك تالت كان هيطلع الجوة الثمانتاشر دي ممكن بالشكل دا يعني ما قدرش اختلف معاك او فيها ولكن انا بتكلم على نصق بدايتك للهجمة ونصق استقبالك للهجمة وجود سنتر باك تالت في اللحظات اللي احنا استقبلنا فيها اهداف في رأيي كان حفري نتمنى ونتمنى حالة عدم التوفيق في الداية دي لان الفرق بتبقى فيه توفيق بشكل جر طبيعي تحديدا ماتش الجونة الكرة الوحيدة اللي جات اون تارجت من فاول في وسط ملعبنا بيترفع بتتسجل هدف امبارح ماتش الانتاء او اول امبارح ماتش البنك الاهلي كرة على اون تارجت بتتسجل هدف نتمنى الكرة تكون يعني زي تدينا حالة التوفيق بس رسالة لجماهير النادي الاهلي كن صبرت الفريقك مقدرين غضبك لكن خد بالك ما تغضبش ازيد من اللازم عشان ما تضغطش على الفريق ازيد من اللازم متذكروا ان احنا في دوري ابطال افريقيا واعنا امام سينبا التنزاني وخسرنا مبورا خارج الملعب ثم تعدلنا اتنين اتنين في ملعبنا هنا فكانت الامور اشبه بالصعوبة فانك تصعد من دور المجموعات في النهاية انت بطل البطولة العشرة